يعني هو تأكيد دي تمنيات من رئيس الوزراء يعني هو المهم من سينفذ وبرضه يتمنى البنك المركزي يعني أصلي هي اللي عادة بتبقى ايه أنا عايز ده يحصل البنك المركزي بيقوله حاضر ححاول والله لما يكون عندي دولار فبالتالي هي القصة مش ان في حد مش عايز يطلع الحاجة دي أو يوفر دولار هو قصة انه ما فيش يعني هو القصة انه هنا دخل الدولاري ضعيف جدا سواء من تحويلات المصيم في الخارج اللي هي خلاص تراجع تيمكن قناة السويس الحياة هي اللي عاملة شغل عظيم في الفترة الاخيرة فانت عندك تراجع في الدخل الدولاري ونحن في انتظار اعلان رئيس الوزراء المتوقعينه ما بين يوم والتاني انه يعلن عن 2 مليار دولار من المبيعات المفروض انه في حاجات خلصت فعلا والمفروض انه هو سيعلنها قريبا فاحنا في انتظار ده بس حتى لو معنا 2 مليار دولار هو دول هيعمله ايه دول هيخلاصه في نص شهر مثلا من الامح والزيت والحاجات دي كلها حاجات يعني البترول يعني كلها امور عاجلة وحلة فلابد ان يكون فيه بس شوية ان احنا هنخرج من الازمة دي ازاي احنا دلوقتي يا دوبك بنحاول نخلص 97 مليون دولار فيعني دولة رئيس الوزراء زي ما قالوا في الاجتماع بيطلب وبنك المركزي بيقولوا حضر ان شاء الله يعني بس يعني هو لا البنك المركزي في ايده انه يطبع دولار ولا رئيس الوزراء عنده مصادر دولار فمنتظرين ان هو هيعلن على الاتنين مليار ان شاء الله اهو يحلحله الازمة شوية اشتركوا في القناة